الكصة دي بقى حكاية حلوة مش حلوة بس يعني حكاية نفع نتكلم فيها شوية وكيل أحمد عبدالقادر سأل مسؤول النادي الأهلي عن موعد تعديل العقد بتاع أحمد عبدالقادر اللي تم الاتفاق عليه بنهاية الموسم الماضي الرد كان صادم من النادي الأهلي الرد كان صادم من النادي الأهلي قالوا له مش وقته مش وقته ناجل الكلام ده بعد مبارتي دوري أبطال أفرق خصوصا خصوصا إنه عبدالقادر أول ما جاء النادي الأهلي اللاعب كان مبارك ويسين وبعد كده ابتعد تماما عن مستوى فمش وقته أو مش وقت تعديل عقد وأنا بصراحة مع النادي الأهلي ما فيه حاجات كده اللي هو إيه أنا عرف كلاعب أخطار التوقيت اللي أتكلم فيه يعني لو شايف إن الحالة حلوة والأهلي بيكسب وفيه بطولات وإنجازات هروح أميل كده أقول يا جماعة عدوية العقد بتاعتنا أنا منكسر الدنيا والفرقة بتاعتي ماشي بشكل كويس لكن الفرقة حلقة مش جيد أنت نفسك كلاعب حلتك مش جيدة وبالتالي مش التوقيت مش التوقيت المناسب اللي تختاره عشان تعدل فيه عقدك أو تطلب من النادي الأهلي تعديل العقد التوقيت يا جماعة التوقيت ده مهم في أي حاجة في حياتنا ممكن تبقى طلبك يعني عادل أنت ممكن يكون عادة كلايل فعلا أو كنت أخذ وعد الماء مثلا قبل كده أن أنت يتعدل العقد بتاعك وإنت شايف أنه تستحق ده ممكن كل ده يبقى صح بس اختار التوقيت اللي تطلب فيه مش أي توقيت وخلاص